تصعيد جديد منتظر في الجبهة الشمالية حيث أفاد مراسل الحدث أن الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قرر توسيع العملية العسكرية مع حزب الله اللبناني وعضف مراسلنا أنه تم تأجيل اجتماع المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي الكابينت الذي كان مقرراً للأحد إلى الاثنين مصادر مقربة من نتنياهو تحدثت للقناة الثالثة عشرة الإسرائيلية بالقول أنه لم يتم تحديد موعد لعملية عسكرية في الشمال المشيرين إلى أن هذا الأمر قد يحدث خلال أسابيع أو حتى أشهر وأضافت المصادر أن توسيع العملية العسكرية في الشمال يتعلق باستعداد الجيش الإسرائيلي وبالدعم السياسي الدولي من جهتها نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاعي أفغل عن تأكيده على جاهزية الجيش لتوسيع العملية على الجبهة اللبنانية كما قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق بني جانس إنه حان وقت الشمال لافتا إلى أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي ستمكن سكان الشمال من العودة